لكن خلينا أقولك أن بعد اللحظات هيكون معايا لقاء مع صلاح محسن وافد النادي الأهلي جديد واللي يمكن شارك النهاردة وشارك في المباراة السابقة كابتن صلاح محسن كانت صلاح هيكون معايا في هذه اللحظات طبعا أحد نجوم النادي الأهلي وأكيد نتمنى له كل توفيق خلال المرحلة المقبلة صلاح برحب بك في البداية وفوز جيد جدا والنهاردة فوز مستحق وتاني مشاركة لك مع النادي الأهلي لكن في الأول عايز أتكلم عن مباراة النهاردة من وجهة نظرك شايفها النهاردة مباراة في الأول كنا نقدر نحقق فوز أكتر نادي المعولون فارغة كبير ما بقللش منه أبدا فارغة المعولون فارغة كبير النهاردة نتكت ممكن نتوصل لأربعة بس اللعبة يعني الحمد للعبة قادر التعمل لها عليها وإن شاء الله يعني شهد التانية قادرنا نعود إن شاء الله يعني الفترة جانب أعد الموصلة بإذن الله أكتر من كده يعني إن شاء الله رؤيتك أو شايف مشاركتك التانية مع النادي الأهلي إزاي لسه طبعا ممكن ما يكونش في الإنسجام المطلوب ما بينك وإيه اللعبة النادي الأهلي لكن شايف المرحلة المقبلة بنسبلك مع النادي الأهلي إزاي آآ، الانسجام دا consecutive كابتنت حسام وبيد دي سكры لعبة دايما الكابتنت حسام في مضارب كبير رائع على المستوى وفادل الكلمة أعلمها للشهادة للعبة كبر آآ اللعبة أكبار يعنا أنا دخل اللعبة الكبر مشاهلا على لعبة لنادي الأهلي فارغ كبير آآ وفترة جاء إن شاء الله يعني نقدر نحاعد المزيد من البطرات بإزمه الله أنت أطموحك بقى أشف هو confessedlin مع النادي الأهلي خلال المرحلة المقبلة وكان انت عندك إصرار واضح جدا في الانضمام للنادي الأهل وانك انضاميت في صفقة قياسية جدا في تاريخ الكرة المصرية هل ده عامل عليك ضغوط خلال فترة جاية أصلا ومن الطبيقة اللي هي اللي هي بيخش في حاجات زادات وعليه ضغوطات بس أنا الحمد لله أنا قدرت إلا أنا أعد الخطوة دي وأننادي الأهل أي حد ما نلعب فيه وإن شاء الله نقدر نعمل حاجة إن شاء الله الجمهور نقدر لها لجمهور العظيم وبإذن الله نقدر نحاق البطولات بإذن الله شايف المسابقة البطولة الدوري خلاص حصمت بالنسبة لنادي الأهل أو لسه شوء؟ ولسه يعني وحنا دلوقتي البطولة دلوقتي هي في إيدينا بس إن شاء الله نقدر نزود السكة وإن شاء الله نقدر يعني خلاص البطولة تبقى معنا إن شاء الله بإذن الله حبيبي براب شكرا شكرا